أمرت نيابة العامة بحبس سائق حافلة الركاب التي تعرضت لحادث انقلاب بطريق الجلالة على نحو أسفر عن مصرع 12 طالبا وإصابة 29 آخرين احتياطيا لمدة أربعة أيام بعدما أظهر التحليل المبدئي تعاطيه لمواد مخدرة كان نائب العام المستشار محمد شوقي قد أمر بسرعة إجراء التحقيقات اللازمة في الحادث حيث تم تشكيل فريق تحقيق برئاسة المحام العام الأول للنيابات السويس الكلية لمباشرة إجراءة التحقيق وانتقل المحققون لسؤال المصابين ممن سمحت حالتهم الصحية ومناظرة جثمين المتوفين ومعاينة موقع الحادث وقامت النيابة باستجواب سائق الحافلة فيما نسب إليه من واقع شهادات المصابين فأنكر ما ورد بتلك الشهادات وعاقب إجراء التحليل المبدئي له تبين تعاطيه كوهرا مخدرا فقررت النيابة عرضه على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل نهائي له مع حبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات